ديمقراطيون في الكونجرس الامريكي بدأوا يطلبوا بربط المساعدات اللي بتمنحها الادارة الامريكية لإسرائيل بشروط قالوا يا عم انت بتدي 14 مليار لإسرائيل من غير شروط ده الشيكات على بياض احنا بنرفضها سبحان الله سبحان الله فاكرين لما بايدن اول ما مسك ما كانش عارب حاجة طبعا قال لك احنا مش هندي مصر الشيكات على بياض فاكرين التعبير اللي الاخوان اشتغلوا عليه بتدور الدائرة والدور الايام ويمضي قطار العمر وبنرى موقف مصر ومكانة مصر وبنرى امريكا وبنرى بايدن نفسه بيجي على القاهرة السنة اللي فاتت من سنة تقريبا في قمة المناخ وبيقعد مع الرئيس السيسي وبيقعد لامب نفسه وبتكلم كلام مؤدبه وبتصل برئيس خمس ست سبع ثمان مرات عشان جزة وموقف مصر وبشكر مصر والنهاردة يصدر قرار او تصريع من نفس الادارة الديمقراطية بيقول احنا ما ننفحش ندي اسرائيل شيكات على بيانا نفس التصريح مين اللي قال هذا كلام؟ كريس مورفي كريس مورفي ده سيناتور ديمقراطي مشهور جدا قال في احد البرامج في السن ان انه يتعين على المشرعين الامريكيين النظر في ربط المساعدات المستقبلية لاسرائيل بانتتالها للقانون الانسان الدولي وصفا عدد القتل المدنيين في غزة بانه غير مقبول قال ميرفي في تصريحاته ان مساعدتنا للحلفاء مشروطة بانتظام الامتتال القانون الامريكي والقانون الدولي طبعا ده كلام مهم جدا زي بلو ميرج ما بتقول ان تصريحات ميرفي تعكس استعدادا متزايدا من جانب ديمقراطيين بما في ذلك الرئيس الامريكي بايدن نفسه لمناقشة ربط حزمة المساعدات البالغة 14.3 مليار دولار التي يسعى بايدن للحصول عليها من الكونجرس لصالح اسرائيل مشروطة خلاص في نفس التوقيت صحيفة بلومبرج نقلت مقال ايضا اكتاحي لنشرته صحيفة النيورك تايمز للسيناتور بيرني ساندرز دم حضراتكم دعا فيه الى وضع حد لما اسماه نهج الشيكات على بياض لتمويل امن اسرائيل اهو اهو خلاص لازم تتوقف عملية الشيكات على بياض نواب امريكيين كمان بيحسوا بايدن بيضغطوا عليه عشان يضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النهار شايفين المشهد داخل البيت الابيض داخل الخارجية الامريكية داخل الحزب الديموقراطي داخل الحزب الجمهوري المزارة في الشارع تغيرات في اوروبا اتحاد الاوروبي منصق السياس الخارجية مفوضة الاتحاد الاوروبي رئيس الاتحاد الاوروبي في اسبانيا العالم بيتغير من حولنا وانا بقول تاني لكل الناس الفاعلين في القضية خاصة مصر هي الوقت المناسب لطرح ورقة للحل النهائي الوقت المناسب للضغط على كل الاطراف لكن اليوم التالي لن يأتي الا بعد ان تهدأ الحرب وتنقشع كمامات الحرب وتتوقف اصوات المدافع ترجمة نانسي قنقر